ده أحمد طارق عجباني جداً الحالة يعني كلها على بعضها من أول كلامه مع سيد الريس وصوراً للقطات اللي شفنا فيه استقبال كابتن خاطيب ليه كلام الولق الروح الإصرار العزيمة فكرة إنه تواجه تحدي ما يكسركش وتبقى عندك رغبة أكيدة وثقة بنفسك إنه قادر على إنه توصل لهدفك ما قابلتوش وما كلمتش معاه وما شفتوش لكن بصراحة حبيته والوالده الحقيقة ربنا يحفظه لك ويفرح قلبك به ويكرمك فيه إن شاء الله بإذن الله دي لقطة أحمد طارق طبعاً نجمنا النهاردة في السادسة واحد من أحاب نجوم النادي الأهلي على قلبي أنا شخصياً نجبي كبير جداً كابتن شريف عبد المنعم سأخير كابتن شريف سأخير يا أحمد مرسي جداً ومرسي إن أنا من خلالك شفت اللقطة الجميلة دي فكرة اهتمام سيد الريس نفسه بكل شيء في مصر الحقيقة مش المهمات الخاصة بس أو الاهتمام بكل شيء التلبية الفورية من المواطن والرئيس وصاحب إنجازات كتير مع النادي الأهلي كانت محمول خطيب الحقيقة هو أصلاً النادي الأهلي عنده زي ما أنت عارف باهتمام أصلاً باهتمام بالدوية القدرات الخاصة فإحنا يعني سعداء بوجوده طارق في وسطينا وسعداء به كحالة خدت بالك بتدي روح لجميع الأولاد هو الولد في روح هو دي اللي أنا عايزة كلامه والرياضة بتهالي يا كابتن شريف هي جزء منها يعني نافذة الباب اللي بيعدي منه يعني أي حد عنده الإصرار ده عنده الرغبة عايز عايز يعمل حاجة بصرف النظر عن ظروفه أو التحديات أو المشكلات اللي بتدينا احنا كمان يعني طريق أصر فينا كلنا صحيح يعني أديه هو جميل وهو بيتكلم بالروح دي أديه هو جميل وبيحب النادي الأهلي وحافظ اللعيبة ومهتم نجون جوه أسرة الأهلي فإحنا بيقوله إحنا الكذبانين يعني إحنا كذبانينك وإن شاء الله أنت بتدي حاجة إيجابية لناس كتير قوي طبعا طبعا لإخواتك وصحابك وكل اللي إنت عايش معهم فإحنا مستفدين تماما وبنسك رسالة الرئيس طبعا على يعني حاجة جميلة جدا وهو راح لمصنع الأبطال يعني الأهلي دايما حقيقة بيقدم المصر بأبطال وبطالات في كل العباد